عايز اقول لحضراتكم بقى معلومات برضو عن الزاكرة بس عند الكبار بقى دي حاجة مهمة يا اول معلومة عايز حضراتكم تعرفوها عن الزاكرة عند الكبار هي ان سعة التخزين في المخ الخاصة بالزاكرة يعني ليس لها حدود الله ليس لها حدود؟ اه ليس لها حدود اما اللي بننسى حاجات وليه احيانا تانية في مواقف معانا بنفتكر حاجات بنستغرب ان احنا فاكرينها الموضوع له علاقة بحاجة اسمها ترتيب الاولويات في التذكر وده بيقرروا المخ من غير ما يرجع لنا يعني ايه؟ يعني مش بارادتنا يعني ايه برضو؟ يعني المخ بيتخلى عن ذكريات معينة يتخلى عن اخوة يمسحها او بيخفي ذكريات يدريها كده شوي المخ بقى يعني هو بيعمل كده المخ نفسه شايف ان الذكريات دي ملهاش اهمية بالنسبة لصاحب الذكريات نفسه في عمره الحالي فهمته قصدي؟ وزي ما قلنا ممكن نفس المخ بقى بتاع نفس الشخص يرجع يستدعي احداث لا تخطر على بال لا تخطر على بال وكان صاحب الذكريات ده نفسه نسيها او فاكر ان هو نسيها لكن تلاقي فجأة نفسك فاكرها بقى دق التفاصيل والحكاية دي بيتبنج اكتر في كبار السن تبقص لو حد من كبار السن بيحكي حاجة احنا نقض نستغرب نقول ايه انت ازاي يا ماما فاكرة للموضوع ده بتقولك وكنت لابس مش عارف ايه وكانت الساعة كذا وكانت مسلسل الفلاني شغال الله في حاجة هنا حفزت عملية التذكر دي بكل التفاصيل ايه بقى الحاجة دي شيء يعرف باسم استدعاء المؤثرات يعني فيه مؤثر معين مشهد معين في مسلسل او في فيلم بابا او ماما او بتاع بيتفرجوا عليه استدعى هذا المؤثر انك تفتكر حاجة انت كانت ولا على بالك حصلت معاك من عشرين سنة من تلاتين سنة سبحان الله سبحان الله العقل البشري فعلا اكبر معجزة حصلت وهتحصل من بداية الخلق طيب والعقل البشري على كل المعلومات اللي تعرفت عنه دي ما زال اللي ما تعرفش عنه اكتر بكتير من اللي تعرف يعني العقل البشري ده يعني معجزة مهولة يبقى بالتالي بناء بقى علنا لسه بقوله من الخطأ تماما ربط النسيان مثلا او ربط ضعف الزاكرة بالشيخوخة مثلا بكبر السن لا ايبا ده غلط لكنها زي ما عرفنا مرتبطة بايه باولويات التذكر بالمناسبة ذاكرة السيدات بشكل عام اقوى بكتير من ذاكرة الرجالة خلوا بالكم يعني كلمة ان الستات ما بينسوش اه ما بينسوش يعني اكتر من رجالة الستات ذاكرتهم اقوى بكتير خلاص